تشرفت باستقبال من طرفي السيد رئيس الجمهورية زيارتي تنترج في إطار جولة دول جوار ليبيا وذلك لطلب مساعدة هذه الدول لاستثباب الأمن في ليبيا من خلال مساعدتهم الأطراف الليبية وتمكينهم من إيجاد سبل الحوار لتجاوز هذه الأزمة التي طال أمدها أكثر من عشر سنوات أريد أن أوضح أن مساندة الجزائر للمهمة التي كلفت بها كانت منذ البداية وهو نفس الدعم الذي رافق مساعي الأمم المتحدة لدولة ليبيا جئت اليوم إلى الجزائر لأخذ آراء واقتراحات السيد رئيس الجمهورية في هذا الإطار أنا سعيد بمواصلة هذا الدعم الجزائري وأنا على يقين أن الليبيين سيستمعون وينصتون للجارة الجزائر التي تعد بلدا متأثرا بتداعية الأزمة الليبية كما يقول المثل عندما يحترق منزل الجارة فإنه من واجب الجميع المساهمة في إحضار الماء لإطفائه وعليها فإن البلدان الجارة لليبيا ومن بينها الجزائر تسعى لإخماد النار أريد مرة أخرى أن أشكر سيد الرئيس عبد المجيد تبون على كل المساعي التي تم اتخاذها وعلى المساعي التي سيتم اتخاذها من أجل تمكين كل الأطراف الدولية من التكلم بلسان واحد وذلك لتمكين الشعب الليبي والدولة الليبية من الخروج من هذه الأزمة وتمكين ليبيا من الرقي والازدهار من أجل الشعب الليبي ومن أجل المنطقة كلها شكرا 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 شكرا